تدعى و تدعى و تحديد الأعزاء من المدينة التي تتكلمت بهم و هل لم تكن أتكلم عن فكرة؟ هل لم تكن قليلاً قبل رمضان؟ أو لم تكن لديك هذا الوصف من المدينة؟ أنا لدي فكرة من مدينة المتحدة في الوقت عندما كنتم ممتع في دورنا أتكلم عن مدينة و تفراج أو تنسبة لأنني لم يكن من خلال تلك الساعة تقول أن هذا الوقت الذي نصل إلى خلاله نكون ناديجا ما ضيعت شد لبريود دي القالص في الدار نخدم على شي حاجة كان جاتني فكرة اننا لنصيب فيلم دوكيمونتر على قاعد الستيل دو دونس اللي قنين في قاعد الريجون المغرب حيش احنا كيف ما شاشعرف تبارك الله عدنا واحد تقافة غنية جدا في المغرب كامل في قاعد الريجون ديالو وكان سيلة الموسيقى سيلة البس سيل ديال دونس وحنا انا نتعلقش من هذه الفكرة ديال انه علاش ما نخدمش نصيب ان فيلم اللي كي يوتق قاع هاد الستيل وقاع هاد ال وما زال عندي هذه الفكرة ديالا واحد يخدوك بمتره ما زال عندي هذه الفكرة غير هي الانتاج ديالا كان صعيب حيش كان نخدم بوحدي ما كانوش عندي الامكانيات باش نخرجها ديكو من تماجهت الفكرة انه نخرجها بطريقة موبساطة اللي هي عبارة عن 30 فيديو ديال 20-30 سجند ماكس كل نهار باش نشوف اردت الفعل ديال الناس باش منين يجي الفيلم من بعد كون ديجا عرفتش الناس اشنو زعم اشنو اشنو احساسي تفاعوا ديالهم اردت الفعل ديالهم واش لقيتي عش تلاتين رقصة توراتية وكين مكتر؟ كين مكتر ما قدرتش نديرهم كاملين إلا لاحظتي في الكنسبت تراني بحالة قلتي نوعت الرقصات درت رقصات فولكرورية مغربية درت رقصات اجنبية حيث لو قيتها فاش بديت الكنسبت كنت درت واحد لاستو غير انانسيت بالله غنخدم على هذا الكنسبت وقلت للناس كساسوا دانسر بخو ولا ماشي بخو قلت لهم اللي بغي يشتح مرح بابيه بعد بدو كي جوني ديال زعمال الناس كي كتبو لي باش يدوزوا معي في الكنسبت بدت كنصور في الول كانوا رقصات اجنبية من بعد مني درت واحد لا رقصة فولكرورية مغربية الناس عجبوهم الحال بزاف وتش ايدونش فيها ولو كي جوني دي دون موند باش يدوزوا معي ناس كي يشتحو شطة زعمها رقصات فولكرورية من بعد اكتشفت بان في كازا ميمكنش لي يلقى ثلاثين رقصة مغربية دك شي باش نوعت دخلت رقصات اجنبية مع العلم انه كين كتر من ثلاثين رقصة مغربية غير هو ما كينينش في كازا نحن كيفية نحن كيفية شكرا